كمتخصص الآن ألا يستوجب طرح سؤال عن الاعتماد على الأسلحة الروسية أو شراء الأسلحة الروسية بأي صيغة كان السؤال طالما اليوم هناك مدربين إيرانيين موجودين على الأرض ألا يمس ذلك من الصناعة الروسية للأسلحة ألا يعيد التساؤل في مدافع عاليتها منظومتها لأن نتكلم عن دول المنطقة يعني النقطة الأساسية في هذا السؤال هو أنه مجرد دخول إيران بطائراتها المسيرة يعني توجيه عامل سلبي على إمكانية تسويق روسيا لطائراتها المسيرة مستقبلا يعني فشلت أن تتوازن وحتاجت إلى نمازج أقل من إيران يعني هذه نقطة أساسية فيما تعلق بالتعامل لكن والنقطة الثانية أنه ضمن الأهداف الأمريكية هي إفقاد السقف العالمية فيما يتعلق بالسلاح الروسي بصفة عامة حتى تتراجع ما اعتبرها تاني دولة في حجم الصادرات العسكرية وتزايدت بصورة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة وبالتالي أحد الأهداف الرئيسية في إطالة التنافس هو أن ضرب القدرة أو الترويج لأن الأسلحة الروسية لا تصلح للحرب الحديثة والدليل ما يحدث الآن لدرجة أن روسيا الكبيرة هذه احتاجت إلى إيران بقدراتها المتواضعة طيب هذا السؤال دكتور هذا السؤال الآن هل الحجم الأسلحة الروسية الحديث عن حجم الأسلحة الروسية قوة الأسلحة الروسية ألم يصبح اليوم موضع شك وتساؤل يعني هناك ملاحظة أولية أن روسيا بكل قدراتها العسكرية يبدو أن الجيش الروسي لا زال يعاني معانا منه في أفغانستان يعني يبدو أن القدرات العسكرية أو عملية إدارة المعارك البرية بالتحديد ما زالت تفتقد للقدرة على الإبداع أو التغيير أو التعامل التعامل بين الأسلحة المختلفة أعتقد أنه شاهد نوعا من السلبية في المعارك التي جرت يعني ما بين القوات الجوية وعملية إدارة المعركة تغيير القيادات يثبت أن هناك فشلا في إعداد قيادات ميدانية على مستوى وإلا أن تذهب لتحضر قائد في عملية عسكرية متواضعة في سوريا ليقود العملية العسكرية هنا وأين القيادات الكبرى التي تخطط المعركة عملية القوافل التي تمت العسكرية والفيالك التي وقفت لمدة أسبوعين عاجزة لأن طرق الإمداد والتموين عاجزة عن تلبية الاحتجاجات بعد تمدد القوات وانتشارها كل هذا يدل على أن هناك شيئا ما سلبي ولا يرقى إلى مستوى ما كنا نتصوره فيما يتعلق بالقدرة العسكرية الروسية هذا الشيء ما هل هو سوء تنظيم في القيادة هل هو سوء تنظيم في التعامل في أرض المعركة أم حقيقة هو سوء المستوى في الأسلحة الروسية يعني الأسلحة فيه أسلحة متقدمة لديهم وصواريخ متقدمة وعنده دبابات لم تستخدم يعني دبابات أكثر حداسة لكن أنا أعتقد فيه العلاقة بين الأسلحة المختلفة في القيش والمستوى القيادي وعملية لم ترتب إلى أن الانتشار للقوات سيكون على هذا المدى الطويل وتصورت أنها في بعد فترة ستتمركز وتنقل قوات وتنقل أسلحة وتنقل منظومات الدفاع جوي وتتحرك القوات الجوية تم استياد روسيا كما تم استياد الدب السوفيتي في أفغانستان جرت محاولة لاستياد الدهتة في أوكرانيا تنبهت هي فعادت مرة أخرى وتركت الساحة التي انتشرت فيها في البداية